بعد مرور أكثر من عامين من العيش في مخيمات النازحين في منطقة الكيلو 18 غرب الرمادي ما تزال هذه العوائل تعاني من نقص حاد في الخدمات الضرورية سيما مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة مطالبة بينقاذها ورفضها بالمساعدات الضرورية لا فرشات بالخيم خيم حين مشكشقة تضبيطات ما نضبطه وهذا برد جهاده وناس مرضة وناس قطع نرجع من الدولة بمساعداته بفرشات الخيم ونرجع بالوضع معنا أكثر شيء نريد الرجعة نداعي بالرجعة لمناطقنا لبيوتنا تهجرنا من البنمير صارنا سنتين هجرنا الدواعي وطلعونا على ثرثار من ثرثار رجعنا على المخيمة الثمانة عشر وتعانينا بالصيف في هذا الراح ضيم وضلائي وبيجأتنا السعادة اشتفى فيصل الشتاء الشتاء بارد وهي كلها جهيل كوش معدها يعني العالم صلخة ما عاد خش معدها هستع مناطقنا محررة ونرجع على مناطقنا فيما ناشد آخرون بإعادتهم إلى مساكنهم سيما بعد تحرير مناطقهم منذ ستة أشهر وخلوها من المسلحين لتدارك مصير أبنائهم الطلبة والتحاقهم بمدارسهم التي غابوا عنها طيلة السنوات الثلاث الماضية مصير الأطفال هنا مصير مجهول لا مدرسة لا تعليم لا مثل ما تقول نظافة لا هاي لا ذيك مخيم حاطينا مخيم يعني مخيم هذا اللي هو حوائل كمان صايرة تعبان بشكيل وهذه العوائل كلها تعبانة نطالبهم وناشد كل خير وكل طيب ان يشوفوا بحالة هاي ثمانتعاش والله ما عادهم غطئ والله اكثرها جهالة طفالة تقوح كل النهار من وراء البرد المسؤولون في المخيم يعربوا عن أسفهم لعدم اهتمام الجهات الحكومية بالنازحين والاعتماد على المنظمات الخيرية والإنسانية وما تقدمه من مساعدات إغاثية لتلك العوائل مطالبين بتدخل أكثر لهذه المنظمات لتدارك الأزمة القائمة نحن الآن في مخيم كرة 18 هذا المخيم يحتوي على أكثر من 1160 عائلة تعداد هذا المخيم أكثر من 5000 نسمة المخيم يعاني ما يعاني من إهمال في بعض الخدمات منها الصحية والخدمية نحن نعرف والكل يارب بأن الجانب الحكومي في هذا المجال يغف مكتوف الأيدي أمام هذا الكم الهائل نحتاج إلى تدخل منظماتي أكبر من الجانب الحكومي لكون الجانب الحكومي غير قادر على تفير مستطلبات الحياة في هذا المخيم من مدينة الرمادي عمر العبيدي الحرة ترجمة نانسي قنقر